انشئ البنك المركزي الأوروبي عام 1998 لإدارة السياسة النقدية في منطقة اليورو ويرأس البنك اليوم الإيطالي ماريو دراجي ويشكل البنك الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له دور رأس هرم نظام البنوك المركزية للدول الأعضاء التي اعتمدت اليورو وعددها 17 ويدير البنك المركزي تاليا السياسة النقدية لكل واحدة من الدول الأعضاء وتؤثر قرارات البنوك المركزية على الاقتصاد فللبنك المركزي في الولايات المتحدة مثلا هدفاني رئيسيا الحفاظ على نسبة بطالة متدنية والتحكم في نسبة التضخم أما البنك المركزي الأوروبي فيعطي استقرار الأسعار الأهمية الكبرى فهو يسعق إلى الحفاظ على نسبة التضخم بحدود 2% فما هي الآليات المتبعة لبلوغ هذا الهدف؟ بدي الأمر يحدد البنك نسبة الفوائد وستؤثر قررته تاليا وبشكل مباشر على سياسة الإقراض في المصارف ففي أوقات التقلبات الاقتصادية يرفع البنك المركزي فوائده ومع نسب عالية تحد المصارف من قرودها وتعتمد نسبا غير مغرية وإذا كان النمو بطيئا يخفض البنك فوائده لتشجيع المصارف على إعطاء قرود بفوائد مغرية ما يشجع الاستثمار والبنك المركزي الأوروبي يقرد مصارف الدول الأعضاء وهو بالتالي لا يتمتع بحق إقراض حكومات هذه الدول ولكن وبمواجهة أزمة مالية لا سابقة لها وفق البنك المركزي الأوروبي في العاشر من مايو 2010 على شراء الدين العام في السوق الثانوية وبات من الممكن حفظ الدين من دون إقراض الحكومات بشكل مباشر ترجمة نانسي قنقر